إذاعة مرسال تستمعون الآن كل من فعل سيئة يحاول أن يفعل حسنة بعدها كلنا خطاء يا أخواني كلنا خطاء لا أحد يسلم من الخطأ لا أحد يسلم من الخطأ وكلنا يعصي الله تبارك وتعالى لكن المعصية تمحوها السيئة بعدها كما قال الله تعالى ويدرؤون أي يدفعون ويطردون هذه السيئة ويدرؤون الحسنة أو يدرؤون بالحسنة السيئة يعني يطردون السيئة بفعل الحسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أو في الحديث الذي في السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها فإذا فعل المسلم معصية وغلبه الشيطان وغلبته نفسه فإذا عصى الله تعالى ينبغي عليه أن يفعل حسنة بعدها أن يتصدق صدقه يصلي لله تبارك وتعالى يتوضى يصل الأرحام يعني يزور أبويه يتودد إليهما يفعل أي معروف يحبه الله تبارك وتعالى فإنه إذا فعل هذا فإن الله تعالى يمحو هذه السيئة بعد التوبة والندم عليها حسنًا